موسيقى مساء الخير للجميع فعلا اليوم درجات الحرارة كانت مرتفعة وكانت حوالي 20 درجة مئوية في عمان وكانت أجواء لطيفة وأيضا مستقرة عموما في أغلب مناطق المملكة حاليا الأجواء في البحر الميت صافية مع 24 درجة مئوية الرطوبة حوالي 21% وحركة الرياح تكون شمالية نلاحظ طبعا حياتك والطقس الأجواء تكون ملائمة للقيام بالنشاطات خارج المنزل بما إنها فعلا أجواء ملائمة للقيام بهذه النشاطات أيضا تكون أجواء جيدة في البحر الميت وهناك ارتفاع على درجات الحرارة في البحر الميت وأيضا في خليج العقبة هذه الليلة تتحول الأجواء تدريجيا ومع أوقات الليل المتأخرة لتكون باردة في العديد من مناطق المملكة وباردة بشكل لافت في مناطق محدودة من البادية وأيضا في السهول الشرقية في جميع مناطق المملكة تكون الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة إلى نشطة هذه الليلة في إربد 10 درجات مئوية 8 درجات في الكرك و12 درجة في مدينة حيفا نهار الغد هناك انخفاض طفيفة على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من المعدلات بقليل وبحوالي 4 إلى 7 درجات مئوية الأجواء عموما تكون لطيفة حتى أوقات العصر في العديد من المناطق وتكون دافئة بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت وأيضا في خليج العقبة تظهر غيوم تدريجيا في جميع مناطق المملكة مع أوقات المساء والليل وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار بإذن الله وقد يصحبها الرعد وهيك تتأثر أو تبدأ المملكة بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الرياح تكون جنوبية شرقية وتتحول إلى غربية مع حبات نشطة أحيانا وتثير الغبار في المناطق والطرقات الصحراوية لذلك نحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق وبالتحديد مع أوقات العصر والمساء درجات الحرارة لنهار الغد في عمان تكون 20 درجة مئوية العظمى كذلك الأمر في حيفا وأيضا في مدينة دمشق نكمل درجات الحرارة لهذه الليلة وأيضا العظمى لنهار الغد 15 في رأس منيف إربد 10 درجات إلى 19 أيضا في المفرق في جرش 8 إلى 20 21 غدا في الزرقاء وتمني هذه الليلة في عجلون وكما نلاحظ هناك تواجد لبعض الغيوم في السلط ما بين 8 درجات إلى 19 درجة مرج الحمام 17 درجة مئوية ودير علا غدا أجواء معتدلة ولطيفة مع 26 درجة البحر الميت 18 إلى 24 مادة بهذه الليلة 4 درجات نكمل الطفيلة 17 الكرك 8 إلى 18 درجة مئوية الأغوار هذه الليلة 18 أيضا غدا 18 درجة في البترة نكمل في معانة 4 إلى 21 درجة مئوية العقبة 13 إلى 26 درجة والأجواء دافئة هناك في الأزرق 6 درجات ترتفع غدا إلى 22 تكون أجواء معتدلة الصفاوي 22 درجة وأخيرا في الرويشد 5 درجات لترتفع غدا إلى 23 درجة مئوية تذكير طبعا بدرجات الحرارة لهذه الليلة 7 درجات مئوية وغدا نلاحظ اليوم الجمع 20 درجة مئوية الأجواء اللطيفة تكون عموما لكن مع أوقات الليل يبدأ تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم السبت كما نشاهد تتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتبدأ الأمطار إن شاء الله بدءا من المناطق الشمالية وتمتد إلى باقي مناطق المملكة وتمر على المملكة جبهة هوائية باردة تزيد من اجتداد وانتظام الأمطار في المناطق الجنوبية بحيث تكون أيضا مصحوبة بالرعد والبرد إن شاء الله ودرجات الحرارة ما بين 11 درجة إلى 7 درجات مئوية اليوم الأحد تبقى هذه الأجواء الباردة والغائمة طبعا وأمطار إن شاء الله في العديد من المناطق لكن تخف هذه الأجواء مع أوقات العصر والمساء ودرجات الحرارة ما بين 11 درجة لتنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية إن شاء الله رح تكون نهاية أسبوع باردة وماطرة إن شاء الله شكرا لحسن المتابعة والعودة لك الآن مع ندين والأخبار